شرقا وغربا تتواصل التحركات الدبلوماسية لوقف أخرى عسكرية والتجنب السيناريو الأسوأ في موسكو يعقد رئيس الفرنسي إمانويل ماكرون محادثات مع نظيره الروسي بلدمير بوتين قالت رئاسة الفرنسية إن الرئيسين عازمان على دراسة إجراءات خفض التصعيد في الأزمة على حدود أوكرانيا لكن سبق ذلك تصريح من الكريملين خفف من الأمال المعلقة على هذا الاجتماع حيث قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إنه لا يمكن ترقب اختراق كبير نحو خفض التصعيد في واشنطن يصدف الرئيس الأمريكي جو بايدن المستشار الألماني أوليف شولدز زيارة تأتي بينما يتعرض الأخير لانتقادات متزايدة حول موقف ألمانيا الذي بدى متناقدا خلال الأزمة الأوكرانية الروسية شولدز رد على الانتقادات في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست قبل زيارته وأكد أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا تدخلت في أوكرانيا وأعلن شولدز أيضا أن ألمانيا مستعدة لإرسال قوات إضافية وتعزيز وجودها في عمليات حلف شمال الأطلسي في دول البلطيق على الأرض تتواصل عملية إرسال قوات أمريكية لتعزيز قوات الأطلسي في أوروبا الشرقية وتحديدا إلى بولندا ورومانيا في خطوات أثارت غضب روسيا إلا أن الولايات المتحدة أكدت أن الهدف من إرسال قواتها هو طمأنة حلفائها وليس إشعال حرب مع روسيا موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر وقبل أن نبدأ هذا الحوار ننتقل إلى الاستماع إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين نحن عازمون على منع حدوث ذلك واجعلني ناثر على الموارد الطاقوية مواثرا إذا ما قامت روسيا بغزو أوكرانيا نحن تباحث مع الحكومات ودول منتجة للنفط لتعزيز قدرات التوزيع ونتعاون مع حلفائنا وشركائنا بما في ذلك أولئك الذين يساهمون في تقاسم هذه الأعبار وتفاديا للأزمة والصراع هذا جزء من التعاون الواسع بين الولايات المتحدة وأوروبا خلال هذه الأزمة وفيما وراءها لقد استمعنا إلى هواجز روسيا وفيما يتعلق بالخطوة ذات الصلاة بالأمن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤنا في النيتو طرحوا أفكار بشأن التوصل إلى أرضية مشتركة في المجال الأمني وقد تترقت لذلك خلال محادثاتي مع وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف قبل بضعة أيام ونحن جميعا تشاورنا في ذلك ضمن حلف شمال أطلسي ومنظمة تعاون والأمن في أوروبا وسوف نواصل هذا المسعى المسعى ديبلوماسي الواضح وفي وقت ذاته فنحن وحلفاؤنا عزمون العزم على أنه سيكون هناك عواقب وخيمة إذا ما وصلت روسيا هذا العدوان وسيكون هناك رد كبير يؤثر على النظام المسرفي الروسي ويشمل ذلك عقوبة على الصادرات الروسية وهذا سيؤثر أيضا على احتياجات روسيا في المجال التكنولوجي وسوف نواصل أيضا النظر في أي خطوة أخرى ونتشاور أيضا مع الكونغرس وحلفائنا وشركائنا لتقديم المساعدة إلى أوكراني لاستعداد للدفاع عن نفسها قدمنا لأوكرانيا 650 مليون دولار من المساعدات الأمنية خلال العام الماضي أكثر من أي عام ماضي وقدمنا معدات ونشرنا قوات متأهبة في الجنح الشرقي لحلف الأطلسي ونتعاون مع حلفائنا لدعم الاقتصاد الأوكراني قمنا بذلك خلال تنسيق مستمر وحتى الآن جرى حوال 200 اتصال عبر الهاتف وعبر الشاشة وكذلك من خلال اللقاءات الشخصية نحن لا ندري فيما إذا كان الرئيس بوتين سوف يختار السلوك مصار يعزز الأمن أم أنه سيختار مصار الصراع في أي حالة من هاتين الحالتين فإن الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها مستعدون وكما فعلنا ذلك من قبل مرار نحن نعمل متحدين للدفاع المبادئ التي هي في صلب الأمن والاستقرار والازدهار على مدى عقود في أوروبا وخارجها ونلاحظ أيضا وخلال تعاوننا مع الاتحاد الأوروبي وعملنا أيضا لدعم البنية التحتية القادرة على الصمود من خلال إعادة البناء بطريقة أفضل من أجل التصدي لجاحة كوفيد وكذلك لتعزيز التجارة بين أوروبا وأمريكا عبر مجلس الأطلسي وهذا من أجل تعزيز ديمقراطياتي وليس تقودها واجتماع اليوم بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في المجال الطاقة يواصل العمل الحيوي الذي نقوم به معا لدعم متطلبات الطاقة وكذلك تعزيز العمل الذي أصل بالتصدي لأزمة المناخ كانت هذه التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكية أنتري بلينكين حول الأزمة الأوكرانية ونعود للنقاش في حلقة بانوراما الليلة وينضم إلينا من كييف دكتور فلاديمير شومكوف الدبلوماسي الأوكراني السابق مرحبا بك على شاشة العربية وينضم إلينا من موسكو يفجيني سدروف المحلل السياسي مرحبا بك سيد يفجيني سيد فلاديمير نحن أمام حشود عسكرية تتحرك على الأرض وفي نفس الوقت تحركات سياسية لمن ستكون الغلبة للحرب والمواجهة أم لحل سياسي؟ والله السلام عليكم من الدروري أن تكون من أولا حل السياسي وهنا نحن نلاحظ أن أوكرانيا حاليا رهينا مواجهة بين روسيا وبين الغرب وفي سراء حالا تواتر لدي بداعات روسيا أولا كنا تواتر بين روسيا وؤكرانيا وحاليا نلاحظ أن تواتر بين روسيا وغارب وخاصة معناتو ونحن نلاحظ أن توحيد موقف روسيا ضد روسيا والحمد لله استيقظت الغرب من نومها وخرج ناتو من غيبوبة وأنا لا أعتقد أن سوف تكون حل المشكلة حل أسكريا أعتقد أن سوف يكون الحل بطريقة ديبلوماسية ولكن ما شعرته من ما قلته الآن على الهواء وكأنك تقول أن هناك من يحاول أن يوارد أوكرانيا في هذه المواجهة الأمريكية الروسية إن أوكرانيا هي بلد التي دائما ترغب السلام وأوكرانيا بلد أولى في العالم التي رفضت من الأسلحة النووية بصراحة في بداعة سينات هو من صخرية الكادر روسيا التي ضمنت أمن لأوكرانيا وهي التي الآن تهدد لأوكرانيا تفضل نعم سيد يفجيني هناك من يرى أن طبيعة التحاركات الروسية من خلال حج القوات تقول أن بوتين قد اتخذ قرار المواجهة أو الهجوم بمعنى أضاق وفقا للتسريبات الأمريكية رغم أن الحديث يبدو بعيدا عن هذا الأمر ولكن ليست هناك قناعة واحدة حتى اللحظة بشأن القرار الروسي ماذا تقرأ؟ أعتقد أولا مساء الخير لك ولساء المشاهدين وديفكم الكريم أعتقد أن الحديث عن الحرب أو العدواني أو الغزو الروسي لأوكرانيا أمر مبالغ فيها تماما لكن للأسف لابد من التساؤل من الذي يصب الزيت على النار والجواب واضح تماما وهو أن هناك وسائل إعلام غربية ما زالت تكرر كل يوم وعدة مرات أن لدى روسيا مثل هذه المخططات رغم نفي روسيا نفيا تاما وقاطعا يوميا بأن ليس لديها أي نية لاجتياح أوكرانيا إلا أن إذن لماذا التعزيزات العسكرية؟ هل هو استعراض مسرحي من قبل روسيا؟ هو استعراض وهو الإبقاء على التوتر في المعسكر الغربي كما قال الرئيس الروسي أصنع اجتماعه بموظفي وزارة الخارجية ربما هناك من فهم مثل هذا الكلام على أنه لابد من أن يتمثل في ما يجري الآن على الحدود مع أوكرانيا ولكن واضح تماما أن شن حرب أو مواجهة عسكرية لا يستجيب لمصلحة روسيا في المقام الأول ومن ثم وربما بنفس القدر لمصلحة إذن لماذا التلويح بسيناريو الحرب إذا لم يكن في صالح روسيا بشكل واضح؟ نعم وهنا نأتي إلى الجزء الأهم من المطالب الروسية المتعلقة بالضمانات الأمنية التلويح كما تفضلت ربما سببه وهو ليس في الحقيقة بالتلويح وإنما وضع الغرب أمام أمر واقع وهو أن قدرات روسيا العسكرية تتيح لها التصدي لأي خطوة استفزازية من قبل الناتو التي ما زالت تستخدم الآن المزيد من الأسلحة والعتاد الحربي إلى دول قريبة من أوكرانيا إلى دول أوروبا الشرقية وهذه الإجراءات بحد ذاتها كانت تتخذ قبل تصعيد الحالي حول أوكرانيا بالنسبة لموضوع المطالب الأمنية الروسية سنتحدث اسمح لي في مسألة المطالب الأمنية الروسية هي مهمة للغاية ولكن أسأل دكتور فلاديمير إلى أي مدى هذا الكلام أو هذا السيناريو الذي يطرحه السيد يفجيني الآن مقنعا لكم في أوكرانيا لا أسمحتي لدينا في أوكرانيا بصفة عما توجد حرب مع روسيا من سنة 2014 في شارك أوكرانيا في منطقة دنباس يعني أكيد لا يوجد غازو كامل ولكن شامل ولكن لدينا توجد حربا هناك هذا من تاريخ احتلالي شبجزيرا كرم ومن يوم احتلالي جوس من منطقة دنباس ولكن لدينا حرب ليس فقط عسكرية لدينا موجود فارق حرب مع روسيا حرب معلومات وحرب إلكترانية وبصراحة لدينا موجود حرب مع روسيا حرب معلومات من أول يوم استقلال أوكرانيا ولكن الآن هل نحن نتجه بالفعل مع الحشود العسكرية الموجودة على الحدود الأوكرانية إلى حرب عسكرية أم لا؟ أنا موافق مع ضيفكم من روسيا بأن أخبار غربية مبالغة حول التواطر وحول إمكانية الحرب بين روسيا وأوكرانيا وأنا أعتقد أن تكون شربا بين بلدين هل تعتقد أن تسريبات الإعلام الأمريكية حول ما دار ما بين بايدن وزيلنسكي حول أن هناك تأكيد من بايدن بأن روسيا قادمة بالفعل أو مقدمة بالفعل على غزو أوكرانيا في حين بدأ من التسريبات أن زيلنسكي لا يعتقد هذا الأمر هل هناك اختلاف ما بين الحليفين الأمريكي والأوكراني في هذه النقطة؟ نعم هناك بعدين علنت جهات أمريكية بأن حدثت غير تفاهم وغلط في ترجمة بين جانبين كما نعتذكر جال بايدن بأن من الممكن سوف يكون حربا ولكن كانت ترجمة غير دقيقة ولذلك بصفة عما هنا في أوكرانيا لا يوجد هلعف وخوف فوق هذا ولذلك أنا لا أعتقد أن سوف تكون غزو شامل من روسيا إلى أوكرانيا طيب سيد إفجيني مسألة المطالب الروسية من أمريكا ومن النيتو كانت واضحة للغاية وهي مسألة وقف التعزيزات المتعلقة بقوة النيتو في شرق أوروبا والأمر الآخر عدم انضمام أوكرانيا ولكن الإجابة الأمريكية جاءت بلا كان هناك رد أولي من الرسالة التي أرسلت لكم في روسيا لا ما الذي تعنيه كلمة لا بالنسبة لكم كلمة لا لا تعني شيئا لأنه بالإضافة لموقف روسيا من جهة وموقف الولايات المتحدة من جهة أخرى هناك موقف ثالث وسطي ربما يعبر عنده الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الذي يجري الآن وربما اختتم مباحثاته مع الرئيس بوتين وسيبدأ ربما قريبا وبدأ المؤتمر الصحفي المشترك لزعيمين الروسي والفرنسي أعتقد بأن ماكرون مهمته ربما تقريب جهات نظر روسيا من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى الدليل على ذلك بعض التصريحات أو التصالحية التي أدل ماكرون عشية زيارته لموسكو وهو لمبح إلى وقال ما معناه أنه يتفهم قلق موسكو ويتفهم أن هناك ضرورة الحديث عن هذه البطالب ولكن بقية التصريحات الفرنسية سيدي أيضا لنكون موضوعيين أيضا تتفق مع ما تطرحه الإدارة الأمريكية ألمانيا التي كان يتم التعويل عليها أيضا تبدو اليوم أقرب إلى أمريكا منها إلى روسيا على ما يبدو أن ليست هناك الفجوة الكبيرة التي يتم عليها التعويل ما بين الموقف الأوروبي والأمريكي ولكن أعتقد أن مهمة ماكرون هي مهمة وساطة وهو يحاول أن يستارد أمام أمريكا جاهزيته واستعداده للاندمام إلى كل ما يمكن أن يتخذه الغرب سواء عقوبات أو خطوات أخرى من جهة أخرى ماكرون ربما يحاول وربما هذا لبصليه الشخصية نظرا لاقتراب موعد الانتخابات الرئيسية في فرنسا ما هي أوراق القوة التي تمتلكها روسيا ما هي الأوراق التي تمتلكها روسيا في مثلها كذا موقف على ماذا تعاول الغاز روسيا تعاول على أن هناك أعزام صاغية سوف تستيقظ قريبا في المعسكر الغربي وربما تتحرك الأمور بالتدريج ابتداء من الأمور لا علاقة لها مباشرة بالمطالب الأمنية الروسية منها مثلا العودة إلى معهدة الصواريخ المتوسطة والصغيرة المدى هذه الخطوة الآن صاحبها الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى طبعا هذا الآن لا يكفي بالنسبة لروسيا ولكن خطوة بعد خطوة يمكن برأيي تقريب المواقف سواء بوساطة مكرون أو من خلال تفاهمات ربما لنستمع إلى أصحاب الشأن أنفسهم أصحاب الشأن أنفسهم مستشار شولتس نعم دكتور فلادمير أوكرانيا ماذا تريد؟ هل هي مصممة بالفعل على الانضمام إلى الناتو؟ أم أن هذا الأمر لم يعد أولوية بالنسبة لها إذا كان سيجرها الأمر إلى حرب؟ بصراحة منذ ثمانية سنوات أوكرانيا لم ترغب دخول إلى ناتو قبل احتلال شيب جزيرة قيرم قبل احتلال جوز من منطقة دنباس في أوكرانيا ولكن لما هذا حدثت أكيد عند الشعب الأوكراني وعند حكومة الأوكرانية رغبت دخول إلى ناتو ولكن لذلك شديدة منذ حتى منذ سنة أجابت ناتو بأن أوكرانيا لن تدخل إلى ناتو في أقرب السنوات ولكن لماذا أوكراني تريد بهذا؟ نحن تعبنا من الجيران من روسيا التي لا يمكن التنبؤ بها لا يمكن؟ التنبؤ بها التنبؤ بها هناك دعم أيضا من قبل روسيا للحركات الانفصالية في أوكرانيا كيف ترون هذا الأمر؟ هل أنتم في حاجة إلى تطمينات روسية بهذا الأمر أيضا؟ والله بصراحة نحن لا نساعد بصراحة موجود هناك مستعدة كبيرة من جانب روسيا للانفصاليين منذ 8 سنوات وهذا الأسلحة حديثة ودبابات حتى هناك روس موجودين مع انفصاليين هناك ليس فقط انفصاليين هناك كثير من الجنود الروسية موجودة وهذا معروف أنا أعلم أنني أتحدث مع الدبلوماسي وأن العبارات تكون قليلة ومقتضبة ولكن كيف ترون الصورة الآن؟ الأمور من وجهة نظر البعض ابتعدت عن هذا الإطار الذي كان يبدو مقبول بحلول وسط أو بقبول الأمر الواقع بثنى أمام تطورات تختلف عن هذا الأمر وهذا يضع تحدي كبير على أوكرانيا بصراحة حال الواسط في هذا المشكلة في هذا الحدث بأن أولا روس تصحب قواتها من شارك أوكرانيا ولكن نحن نقول ليس فقط عن شارك أوكرانيا نحن كمان نقول عن صاحب قواتها من شب جزيرة كرم ورجوة الكرم إلى أوكرانيا وهذا كمان مهم جداً لأوكران وبصفة عامة حكومة أوكرانيا عندما نحن نقول أن أزمة في شارك أوكرانيا ونحن نعدي كمان أزمة في جنوب أوكرانيا في كرم الذي محتل بالروس نعم سيد يفجيني هل موسكو على استعداد لتقديم تنازلات أو لتقديم إجابات مريحة لأوكرانيا فيما عرضه دكتور فلادمير الآن على الهواء ما من أحد يستعد الآن لتقديم تنازلات لأن هذا سينعكس لمحالة على الأوضاع الداخلية لأن كل زعماء الآن تقريباً هم ينطلقون في أعمالهم وخطواتهم أولاً وربما من قبل أي شيء آخر من الاعتبارات الداخلية ماكرون وبيدن عندهم انتخابات عند بايدن انتخابات نصفية ماكرون انتخابات رئيسية قريبة ولشك أن ما من أحد يريد أن يتراجع ولكن مهما ربما يبدو الأمر غريباً إلا أنه واضح تماماً أن الاتفاقات والتفاهمات الرئيسية سوف يتم حلها وراء الأبواب المغلقة وسوف يتم الكشف عندها قريباً ولكن بصورة تبدو فيها أن كل الأطراف راضية عن ما تم التواصل إليه من اتفاقات وكل دولة أو كل طرف سوف يعتبر أو يصور ما تم تحقيقه على أنه نصر له وهذا ينتبق كما أعتقد على كل اللاعبين الذين لهم علاقة بالأزمة الوكرانية بالمطالب الأمنية سيد بجيني أنت شرحت لي موقف بايدن وموقف ماكرون أنا أريد أن تقدم لي شرحاً لموقف بوتين هناك من يرى أن بوتين ربما ينجر إلى هذه المواجهة خاصة أنها أصبحت حاسمة مع واشنطن إذا رضخ في هذا الاتجاه ولم تقبل أمريكا بالمطالب الروسية سيمثل ذلك هزيمة من الناحية السياسية لبوتين لا أعتقد أن هناك غالب أو مغلوب عليه في أي مواجهة محتملة بين روسيا والولايات المتحدة يعني العلاقات بين موسكو وواشنطن محكومة عليها بالتوافق وربما بالتفاهمات التي لشك أنها لن تتحقق قريباً ولكن كما قلت منذ قليل خطوة وراء خطوة نحن نرى ونقرأ بين السطور كما يقال أن هناك رغبة لدى الولايات المتحدة ليس من خلال التصريحات الرسمية بالتوافق مع روسيا ربما ابتداء من خطوات لا تبدو كبيرة ولكنها مهمة جداً فيما يتعلق بالمضي قدماً في حلحلة الأمور والخلافات القائمة بين روسيا اللغة السياسية واضحة في خطاب إدارة بايدن ولكن أيضاً لغة التصعيد واضحة وبارزة بوضوح وهناك من يرى أن الأمر لا يتعلق سيد يفجيني بأوكرانيا ولكن بصراع أبعد من ذلك أن روسيا لم تعد تقبل بأن يكون هناك نظام دولي تسيطر عليه أمريكا وحدها أحلام بوتين ليست أوكرانيا وحدها ولكن تتجاوز هذا الأمر لا هذا الأمر أصبح معروفاً منذ زمن بعيداً روسيا أو الصين مثلاً وحتى هذا ما تؤكد عليه الاتفاقات التي تم توقيع عليها بين موسكو وبيكين لروسيا والصين تقبلان بالسيطرة الأمريكية على العالم وتعترضان على العالم الوحدي القطب الذي تريد أن يبقى عليه الولايات المتحدة قبل غيرها حتى قبل شركائها وحلفائها في أوروبا المتحدة إذا نحن متفقون أين هي النقطة التي سيستطيع بوتين من خلالها أن يطبق استراتيجيته في تغيير هيكل النظام الدولي ما هي نقطة البداية إن لم تكن أوكرانيا نقطة البداية كما أعتقد هي ربما العودة إلى عدد من الاتفاقيات والمعهدات التي تم الانسحاب منها أولاً من قبل الولايات المتحدة ثانياً يمكن الحديث عن تأجيل انضمام أوكرانيا إلى الناتو وضيفكم الكريم من أوكرانيا يعترف بأن حتى إذا تم اتخاذ قرار الآن بقبول أوكرانيا في الناتو فعملياً هذا لن يحدث حتى ربما بعد عشر سنوات ومن هنا يمكن تهدية روسيا بأن أوكرانيا لن تقبل في عضوية الناتو على الأقل على المدى القريب وخطوات أخرى من هذا القبيل أيضاً في دعم الانفصاليين في شارك أوكرانيا هناك أيضاً مطالب لا يمكن لأحد أن يخرج كذا كما ذكرت أنت وهو حاصد لكل المكاسب دون أن يعطي للطرف الآخر ما يريده ما هي حجم التنازلات التي يمكن أن يقدمها بوتين بالنسبة للقرمة روسيا أفهمت منذ زمن بعيد أن هذه المسألة لم تعد مسألة أي جدل أو نقاش بين روسيا وأكرانيا بالنسبة للانفصاليين في دون ماس بمعنى ماذا؟ وضح لي هذه الجملة ليسمعها ضيفي وضح لي هذه الجملة فيما يتعلق بشبه جزيرة القرمة حتى يسمعها دكتور فلادمير اللي رد عليه لا مجال التفاوض لن تقبل لن تقبل روسيا بأي مطالب أوكرانية في هذا الشأن؟ لا أبدا لأن روسيا أفهمت منذ زمن بعيد ما معناه بأن شبه جزيرة القرم الآن ومنذ بضع سنوات أصبحت جزءا لا يتجزأ من الاتحاد الروسي وهناك عدد من التفسيرات لهذه الخطوة منها تاريخية ومنها أخرى نقف عند هذه النقطة اسمح لي حتى نعطي ضيفنا دكتور فلادمير الرد على هذه النقطة هكذا تتحدث روسيا ماذا أنتم فاعلون في أوكرانيا مع هذا الطرح الروسي؟ ماذا حتى رئيس سابيك Порошенко حتى رئيس حالي زيلانسكي هم أيت لبونا من روسيا أولا نسيحاب كواتيه من دونباس من شاركو крاني من دونباس وأكيد من الكريم من الكشب جزير القرم نعم روسيا لا ترغب نقاش في هذا موضوع حتى كما نتذكره روسيا سجلت في دستورها بأن شب جزير القرم جوز من مساحتها ولكن هذا غالط كبير وروسيا تعمل الآن كما حرامي ولكن على كل حال موضوع الكرم وموضوع إنفساليين ومساعدة روس للإنفساليين وقوات روسية في شاركوكرانيا هذا الصداع ليسا الآن فقط لأوكرانيا وكما للغرب نعم أشكر ضيوفي العزاء من كيف دكتور بلادمير شومكوف الدبلوماسي الأوكراني السابق التحياتي وأيضا من موسكو سيد يفجينيا سيدروفا المحلل السياسي التحياتي وبانوراما مستمرة وفيها بعض الفصل هل تحرر إجراءات قيس سعيد مجلس القضاء التونسي من التباعية السياسية وما هي التدعيات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر